اشتركوا في القناة 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 أو مواجهة بين طرفين من أي نوع تترح على الرأي العام أنا على طول كده ده ما أبدأي في الحياة أنتظر نتيجة فاصلة يعني إما السيد جمال علام يقر ويعترف بأنه كان في خطأ في تعيين الكابتن علاء نبيل إما الكابتن ميدو يعتذر علنا علنا مش خلف الأبواب المولاقة ويقول أنا غلطت في حق اتحاد الكرة وفي حق السيد جمال علام ده نمرة واحد نمرة اتنين خش بقى في التفاصيل تلاقي أن جمهور الكرة عارف خبائل الحاجات اللي بتتقل دايما في الكواليس واللي ما بتتقلش على الشاشات ومتتقلش على القنوات ومتتقلش في برامج الإعلام شغلين نفسنا بحاجات تانية كتير لكن تلاقي الجمهور عارف كل التفاصيل عارف تفاصيل مين معه رخصة برو مين معه رخصة ايه مين معه رخصة بيه عارف قصة تصفية الحسابات عارف قصة ابن كابتن أحمد ميدو اللي كان في نادي زد اللي كان بيتولى مسؤوليته كابتن علاء نبيل وتقال إنه كابتن علاء نبيل كان سبب في رحيل ابن كابتن أحمد حساب ميدو فدي تصفية حسابات عارف إنه ليه كابتن ميدو مثلاً ما طالبش الناس اللي موجودة في اتحاد الكرة إيه هي مؤهلاتهم أو إيه هي شهاداتهم أو ليه ما أبداش اعتراض على الإخفاقته والآخر اللي بيحصل في اتحاد الكرة زي ما تكلم على قصة تعيين كابتن علاء نبيل فلا تستهينوا وده اللي يهمني جمهور الكرة القدم في مصر من الزكاء بحيث إنه كاشف لكل التفاصيل وعارف كل الأوراق ومدرك مين بيصفي حسابه مع مين ومين بيتعارك مع مين بغية فيه إنه يحصل على جزء من التورطة أو زي ما تقولوا كده بالبلدي المصالح تتصالح أختم بس الإنترو بتاع الحلقة بحاجة هي مدايقاني أنا شخصياً وبيتهيق لي إنه كل جماهي للكرة مش عايز أرجعكم للقديم وأقلب عليكم المواجع وأكلمكم على كود ديفور 23 وقصة المنتخب المصري بس إيه الحقيقة فيه ناس يعني قاعدة بتزن في الموضوع ده يعني طبعاً أنا أفهم ماركتنج على خفيف كده يعني مش درس مش متعمق في دراسة التسويق لكن أفهم ما بدأها بشكل عام إنه لما تيجي تروج لحاجة لازم تعرف إنه الإعلام بتاعك ده هيسيب أثر إيجابي هيكون فيه عنصر من عناصر الجذب اللي تساعدك إنك توصل للجمهور وبالتالي يبقى فيه رواجل المنتج بتاعك لكن مش ممكن يكون العكس قبل ما تبدأ بطولة أمم أفريقيا شفت كم كبير جداً من حملات الإعلانية والدعائية لمختلف المركات ومختلف أنواع المنتجات يعني اتصالات تلاقي نقل ومواصلات وتايران تلاقي شيبسي ووكيك تلاقي حاجة ساعة تلاقي كل حاجة كل ما يختر على البال هتلاقي حاملة إعلانية قبل بطولة أمم أفريقيا مرتبطة بمشاركة المنتخب الوطني بالبطولة كان أول حاجة جات في دماغي الحقيقة بعد البطولة إحنا لو كنا ركزنا نص التركيز اللي ركزنا في حملات الإعلانات دي كنا عملنا حاجة في أمم أفريقيا بس قلت يلا ما فيش مشكلة يا حاجة بتحمس الناس وتشجعهم ويلا إحنا كلنا في ظهر المنتخب الوطني لكن كناك بقى تستمر بعد ما البطولة تخلص والمنتخب المصري يقدم العرض للناس مش راضي عنه والغاية النهاردة كل يوم تفكرهم يوم ورد تاني بإعلان ورد تاني بأمم أفريقيا في كوديفور أعتقد شيء صعب جداً وخصوصاً إن احنا خلاص بنستعد كل سنة المنتطيبين يعني لمسم الإعلانات اللي داخل علينا في شهر رمضان فإحنا عايزين نقفل الحنفات دي عشان نستعد وإحنا بنفتح حنفات إعلانات رمضان إن شاء الله طيب إيه قصة الأهلي وميد ياما؟ النهاردة طبعاً كان فيه تمرين صباحي مليء بالأخبار الكويس أخبار النهاردة مطمئنة بشكل كبير جداً لجمهين نادي الأهلي هنعرفها ونشوفها ونتابع مع حضراتكم أجزاء من تمرينة الأهلي الصباحية النهاردة لكن بعد الفصل كل سنة وانت طيب إمام وعبال مئة سنة تبقى كلها صحة وسعادة ونجاح إمام من اللعيبة الكواليتي اللي تمزجك يعني اللعيبة اللي تحب تتفرج عليه وتحب دايماً الكرة تبقى تحت رجله وهذه أصبحت عملة نادرة للأسف شديد بقلنا سنين وسنين إحنا كل عشر سنين تقريباً يظهر عندنا موهبة أو اتنين وعلى الرغم من أن أنا ما عنديش شك إن إحنا عندنا موهب كتير جد عندنا موهب كتير بس في منهم جزء مش تاقي الفرصة وفي جزء منهم محتاج يقدر إيمة موهبته ويديها ويشتغل عليها ويطور فيها عشان يوصل للمكانة اللي يستحقها دايماً بشوف إن الموهبة دي هبة من ربنا سبحانه وتعالى ممكن تبقى نعمة على حد وممكن تبقى نقمة في وقت كتير على حد تاين مش هقول أمثلة كتيرة جداً كانت تستحق تبقى موجودة مش بكلم عن المستوى المحلي بكلم عن المستوى العالمي في أفضل أندية العالم لكنها للأسف هي اللي ظلمت نفسها إمام أعتقد وإنت بتشتغل مع منظومة تخلي كل أحلامك كل طموحاتك كل أمنياتك حدودها السبب أنت بتشتغل مع منظومة تخلي الأصحاب القدرات المحدودة يقدروا يوصلوا لمستوى من النجاح يحلم بين ناس كلها وبالتالي يا ربنا ما تديك الإمكانيات دي أتمنى أنك أنت تستغلها أفضل استغلال وإن شاء الله بإذن الله مزيد من نجاح واحد من الأسماء اللي تحطها أو تراين عليها وإنت بتفكر في جيل جديد في الكرة المصرية وإنت بتفكر في شكل جديد لمنتخب مصر وبالتأكيد هيكون واحد من أهم الأسماء اللي هتشتغل مع كابتن حسام حاسم طيب ناخدكم لأهلي نيوز روم ونشوف إيه إيه أهم أخبارنا النهاردة يلا طيب نبدأ الأول طبعا نهاردة نهاردة التمارينة بتاعت الأهلي اللي هنتبع مع حضراتكم أجزاء منها كانت فيها كتير من الأخبار المطامنة النمر واحد طبعا بعد قائمة الغيابات الكبيرة اللي أثرت على مشوار الأهلي وخصوصا بعد العودة من فترة التوقف برضو يمكن تكون أكثر يعني فترة التوقف مرنا بها من سنوات طويلة ويمكن حتى لما رحنا لعبنا أفريقيا في الكاميرا الأمريكية كان الأهلي بيشارك في نفس الوقت في مطشوات رسمية في كأس العالم فبيتهالي فترة طويلة جدا يعني مش متذكر بصراحة آخر مرة كانت إنت حسيت إنه اللعيبة وكانها بتبدأ موسم جديد وده شوية خلينا مش متطمني بس يعني مديين لمباراة مديامة اهتمام أكبر هي مباراة مهمة بكل تأكيد مباراة صعبة برضو بكل تأكيد لكن اللي يطمن هو جهزية اسمين أعتقد هيكون ليهم دور كبير جدا في مطش الجمعة اللي جاية وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد اللي أعتقد هيكون ليه دور رئيسي في المباراة وورقة هجومية ربحة جدا 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 أعتقد إنها مع وجود حسين الشحات وريضا سليم اللي اطمننا عليه ونرهن عليه طبعا يكون ليه دور في مطش الجمعة اللي جاية وجود برسيتاو برسيتاو وحسين الشحات وريضا سليم التلاتة أوراق هجومية كبيرة جدا ممكن يكون ليها دور كبير وزي ما حرارتكم شايفين كوكا النهاردة في التمرين أكرم في التمرين روردة سليم في التمرين وسام أبو علي شارك في تمرينة النهاردة تمنيها كانت الصبح برسيتاو شارك في التمرينة بشكل كامل وهيظهر يمكن قدام حرارتكم كمان شوية كل العناصر جاهز الحقيقة ونتمنى إن شاء الله يعني مع دخول بقى والعودة المباراة الرسمية نتمنى إنه الكيرف أحمد عبدالقادر واحدة من الأوراق المهمة جدا 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 في الفترة اللي جاية أحمد عبدالقادر برضو فكهة يعني وقالت ده حكاية يعني أنا ما زلت مؤمن إنه عبدالقادر برضو لو لو امتلك من العقلية ومن الإرادة اللي خليه يشتغل على الحاجات اللي نقصة عنده كورته ما بيختلفش عليها اتنين يعني لو بتكلم على اللعيبة المهرية لازم تحط عبدالقادر واحد من أفضل عشان ببقاش يعني متحيز أوي من أفضل ثلاث لعيبة في مصر عنده كورة أكتر من رائعة عنده الوان تو وان أكتر من رائعة عنده اللمسة الأخيرة اللي يقدر يفنش بيها ويبقى فعال على المرمى تنقصه شوية حاجات بسيطة جدا وينقل نفسه في حتة تانية أتمنى إن شاء الله أنه عبدالقادر يقدر يجعلين عبدالقادر اللي احنا شفناه أول ما رجع الأهلي وأحسن كمان في الفترة اللي جاية الموقف بالنسبة الأنتوني مودست وبنسبة الكهرباء لغاية الوقت لسه لم يحسم بشكل نهائي عشان أعرف إنه فيه كلام في الموضوع ده لكن معلوماتي أنا الشخصية إنه ما تمش حسم القصة بالنسبة لهم بشكل نهائي فكرة غيابهم أو مشاركتهم أو حضورهم على الأقل في قايمة الفريق لسه مازالت غير مؤكدة طيب طبعا كابتن خالد بيبو مدير الكورة كابتن خالد بيبو مدير الكورة تكلف طبعا بالسفر لغانا عشان يبتدي يحضر يعني رحلة الأهلي لغانا المباراة تكون يوم الجمعة إن شاء الله بتوقيتنا هنا الساعة ستة في القاهرة وزي ما أقول لكم النهاردة كان فيه تمرينة خفيفة بكرة كمان هيكون فيه تمرينة خفيفة بعدها هتتحرك بعثة النادي الأهلي اللي هيترقصها سيد مهند مجد طبعا رئيس بعثة عدو مجلس صدارة وهيكون رئيس بعثة الأهلي في غانا حسب مقرر مجلس صدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب نتمنى لهم طبعا السلامة وبعد المباراة دي هيكون طبعا عودة هيكون عندنا مباراة في الدوري أعتقد يوم الثلاثة اللي جاي كانت المباراة دي مفترضت مع بيرامدز بس بيرامدز هيلعب مع هيلعب في بطولة الشامبيونز ليج مش عارف المباراة اللي جاي بتاعهم مع مين فهتتأجل مباراة بيرامدز وهيكون فيه مباراة بدالها للأهلي مع الداخلية عشان المؤجلات وبعد كده إن شاء الله يكون عندنا مباراة ينج أفريكنز آخر مباراة في مرحلة دور المجموعات إن شاء الله نكون بنلعبها واحنا ضمنين واحدة من بطاقتين أتأه طيب نروح للبورتغال سريعا ليه لبورتغال تحديدا واحد لإنه ضفنا كالنجم من نجوم الجيل الدهبي اللي حقق لبورتو في مفاجأة في الوقت ده غير متوقع بطولة الشامبيونز ليج البطولة اللي كانت سبب كبير أو سبب رئيسي في انطلاقة مشوار جوزي مورينيو المدرب البرتغالي الأشهر اتنين طبعا هو موقف المديرين الفنيين البرتغاليين لتولوا مسؤولية منتخبنا الوطني وأخيرا طبعا أو مؤخرا كان آخرهم روي فيتوريا اللي انتهى التعاقد بتاعه أو تم انهاء التعاقد بتاعه مع منتخب المصري بعد مشوار يعني مخيب للأمال في بطولة أمم إفريقيا نرحب خرخي كوستا طبعا نجم الكرة البرتغالية ونجم بورتو وأيندهوفن الهولندي اللي هيكون ضيف معنا دلوقتي من خلال الفيديو كونفرنس في السادسة بدايةا بشكرك على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا بك في السادسة أهلا وسهلا بحضراتكم أنا مبسوط جدا أن أنا معاكم اليوم في قناة الأهلي كابتن خخي الحقيقة يمكن خليني أبدأ معاك بطولة الشامبينز ليج النهاردة عندنا مواجهتين مهمين جدا منهم طبعا ويمكن تكون الأكتر جماهيرية هتكون مواجهة بين الإنتر وأتلاتكو لكن خلينا أسألك عن رأيك في النسخة دي من الشامبينز ليج بصفتك طبعا واحد من أبطال أوروبا حقا تلقب مع بورتو ومين الفرق من وجهة نظرك الأبرز أو الأكثر حظوظا في تحقيق اللقب السنة دي الحقيقة النسخة الحالية هي نسخة ملغبطاني جدا الحالي الانتر عامل ماتشاط كويس وكل مرة بيفاجئنا بطريقة اللي قبليها فالموضوع ملغبطني شوية يعني أنا مش قادر أن أحدد الماتشاط أو النسخة دي هتبقى زيها زي أي نسخة وهتبقى أحسن الموضوع صعب يعني خليني أرجع معك للنسخة اللي انت حققت فيها لقب البطولة مع بورتو البرتغالي نسخة كان وجيل كتير بيشوف أنه كان جيل استثنائي أنه يحقق اللقب ده في التوقيت ده بقيادة جوزي مورينيو كلمني على الظروف وعلى الأسباب اللي قدلت لتتطويق بورتو في السنة دي أعتقد كان 2004-2005 بلقب الشامبيونز ليج حقيقة انت رجعتني لحاجات حلوة جدا وبرضو الموضوع كان من سنتين و2003 احنا احنا كسبنا مع جوزي مورينو في 2003 و2004 نفس الكلام الموضوع كان بالنسبة لنا كان حاجة مهمة جدا جوزي مورينو مدرب محترم وعارف بيدرب الفرق بطريقة محترمة وبطريقة تؤدي للمكسب دايما حاليا الموضوع مختلف تماما في الفرق اللي احنا بنشوفها واحنا طبعا حققنا وعارفنا نحقق الفوز من ضمن الفرق البرتغالية مكاسب احسن من اي فرق ثانية وطبعا كانت لما سنة 2003 كان الموضوع اهم للعيبة هل قصة البطولة دي كانت مرحلة بمرحلة او انتم اتفقتوا بينكم وبين بعض او مع موديل فني الفريق جوزي مورينو من بداية البطولة او بداية المشوار ان احنا عينين على اللقب وعايزين نحقق لقب البطولة ولا كنتوا بتتعاملوا معاها مباراة مباراة او مرحلة مرحلة لغاية لما لقيتوا نفسكم في النهاية على منصة التتويج لا طبعا لا طبعا احنا دايما في 2003 كنا دايما خايفين ولكن احنا كنا معظم الوقت احنا كنا بنلعب مباراة بمباراة طبعا مش كل اللعيبة كان عندها الامل المكسب ولكن المدرب كان دايما بيبقى عنده الحافز ان هو يحافز اللعيبة انا هتكلم عن نفسي انا عن نفسي كان عندي الامل بالمكسب وساعات كنت يوم من الايام كنت بفكر ان ده مجرد ماتش بعد الايام الاخرى كنت بفكر في النهائي حتى لما كناش قريبين من النهائي بس انا كنت دايما تفكيري اليوم بيومه دايما الدوريات الكبرى يعني الدوري الاسباني الدوري الانجليزي الدوري الالماني الدوري الايطالي هو اللي بيخرج الفرق اللي بتنفس على البطولات امتى ممكن يكون الدوري البرتغالي موازي من حيث القوة ومنحس الترشيحات للدوريات دي الحقيقة سؤال حلو وفي نفس الوقت هو سؤال مخير شوية احنا عندنا لعيبة في البرتغال محترمة جدا وعندنا مش بس لعيبة عندنا مدربين المحترفين عالمية وعندنا لعيبة محترمة جدا زي كريستيان ورنالدو جوان فالكس وناس كدير انا مش حابب انسى اساميهم بس للأسف احنا عندنا مشكلة كبيرة ان اللعيبة بتفكر دايما بشكل فردي ما بتفكرش في مصلحة الفريق العام كل واحد بيفكر في مصلحته الشخصية ان هو يحاول يطلع يظهر في اماكن مختلفة وعشان كده معظم اللعيبة ومعظم المدربين بيظهروا بشكل مميز اكتر في الدوريات الانجليزية او الاوروبية او العربية زي النهاردة ما كريستيان وعامل طيب هو مش بس كريستيان واسؤالي تاني مرتبط يعني زي ما بتكلم على الاندية بتكلم معك على المنتخب البرتغالي ومش بس الجيل ده على مدار اجيال كتير يعني اجيال متعاقبة انا شفت نجوم كبار جدا شفتهم وتابعتهم وحبتهم وتابعت مطشطهم في الكرة البرتغالية افتاك لويس فيجو مع البرسا مع الريال روي كوستا مع الميلان كريستيان ورونالدو طبعا مشواره مع مانشستر ثم الريال ثم اليوفي والان في ناصر السعودي جواو فليكس بشوفه جواهرة برتغالية قادمة برونو فرناندز وغيرهم روبين دياس مع الستي ورغم ان الكرة البرتغالية بتامتلك الحقيقة في كل الملاكز لعيبة كلاس ايه لعيبة على اعلى مستوى اللي انه دايما برضو المنتخب البرتغالي بيعاني على مستوى تحقيق لقب في بطولة كبيرة سواء اليورو او كاس العالم هو الموضوع مستهد المستهد زي ما انا قلتلك ان ان الجنريشن نفسها بتتغير التفكير بتاع اللعيبة بيتغير وللأسف ان كل واحد بيبقى طموح ان هو يطلع للبرازيل للارجنطين لأي دور انجليزي عشان يظهر نفسه بشكل شخصي احنا عندنا مشكلة كبيرة في التفكير الفردي وده الجيل اللي موجود حاليا وللأسف عشان كده عشان كده يمكن المنتخب البرتغالي مش فاحسن احواله كريستانو رونالدو يعني لما كان في فلسلوه برضو برضو كان التفكير تفكير فردي وعشان كده النهاردة هو يعني بدأ ومازال بيلعب بس بيلعب في اماكن عربية مش بس اوروبية فانا شايف ان كل واحد بيفكر بطريقة فردية وطول ما فيه تفكير بطريقة فردية اللي حاليا الجيل الحالي بيفكر بيها هيفضل المنتخب البرتغالي بالطريقة دي بمناسبة كريستانو انتقاله للنصر السعودي هل تتوقع ان مرحلة كريستانو مع المنتخب انتهت ولا ممكن نشوف كريستانو رونالدو بيقود منتخب البرتغال في كاس العالم النسخة اللي جاية كريستانو موضوع موضوع كريستانو محدش عارف هو ممكن يعمل ايه هو كل يوم بيفاجئ الجميع بيفاجئنا احنا نفسينا انا عن نفسي بتفاجئ منه كل يوم عن التاني في قراراته وفي لعبه وفي طريقته وفي شخصيته فانا ما اقدرش ان انا اقول ان هو هيكمل وانا مش هيكمل ولكن كلنا بنتمنى لعيب زي كريستانو رونالدو يكمل مع المنتخب البرتغالي لان هو عنصر مهم جدا في الفريق ونتمنى ان هو يكمل بالشكل اللي هو مكمل به دي الوقت طيب خليني اعقدك لنقطة تانية او ملف تانية وهو ملف المدربين البرتغاليين واحنا يمكن في مصر الحقيقة يعني تقدر تقول انه من تجربة منول جوزي مع النادي الاهلي في بداية الالفية كان فيه رواج او فيه رهان كبير جدا على اسماء البرتغالية وقاتها لمصر من البرتغال يعني اسماء كتيرة جدا تولت مسؤولية تدريب اندية وتولت ايضا مسؤولية تدريب منتخبات يمكن على مستوى المنتخبات اخرهم طبعا هو تجربة روي فيتوريا ومن قبله على طول كارلوس كيروش عموما ازاي بتشوفوا ده ازاي بتقيموا التجارب دي وخصوصا خليني ابدأ من حيث انتهينا في مصر هنا تجربة روي فيتوريا وانهاء التعاقد طبعا بعد نتائج ما كانتش على مستوى طموحات المصريين انتهي مناول جذي جوفراء ريول فيتوريا جانج بشيك وكما انا متابعوا انه من اهم المدربين اللي موجودين في برتغال حالينو معم يوم وفمك فان شهايف ان المدربين برتيغليين دايفا بي فاعلين اكتر مع مع العرب مع اللعيبة العرب بالذات لأن مدرسة برتغالية هي مدرسة غامضة شوية في طريقة اللعب فده بيأثر أكتر في مصر أنا شايف أنه بيأثر في مصر أكتر زي ما حصل مع ريو فيتوريا أنا عن نفسي شايف أن ريو فيتوريا مكسب كبير مع المنتخب المصري في المكاسب والخصارة يمكن هو خسر ماتش واحد فده بالنسبة لنا حاجة كويسة جدا والتحقيق عالمي لمدرسة عالمية برتغالية طبعا نحن نتكلم على اسم كبير في عالم التدريب الراجل كان يتولى مسؤولية بنفكة البرتغالية واحد من أكبر الأندية في البرتغال ويمكن كان ليه تجربة تانية مع النصر السعودي وده تقال الحقيقة الناس اللي كانت بتنتقد تولي مسؤولية فيتوريا المنتخب مصر كان يتكلم على أنه مدرب ما عندهوش خبرة قوي مع المنتخبات وما عندهوش خبرة أكتر مع الكرة الأفريقية كل تجاربه كانت مع أو تجاربه النكحة يعني كانت على مستوى الأندية رأيك في ده إيه الحقيقة الحقيقة أنا مش شايفش ده اللي يقدر يدرب أندية يقدر يدرب منتخبات فالموضوع أكتر بيبقى بالحظ يعني مش الموضوع أن حد يدرب منتخب ما يقدرش أنهو يرجع يدرب أندية فالتفريق أو الفرق اللي أنا ممكن أقوله هو الحظ هو دايماً بيبقى محالف المدير الفني مصر مفروض تبقى عندها الصدر الراحم شوية أن هي تقبل أنها تخرج من أي بطولة سواء مع روي فيتوريا أو مع أي حد داني ولازم يبقى فيه حتة أن إحنا ما نسمعش للجمهور لأن الجمهور عاطفي أكتر من أنهو أكاديمي في الملعب طبعاً روي فيتوريا أكاديمي جداً عنده طريقة تدريب كويسة جداً هو حد مهم جداً ولكن ما لهاش علاقة بتدريب المنتخبات سريعاً جداً أخذ رأيك في تجربة كارلوس كيروش واحد من الناس اللي يعني كده أن يحقق عدد من النجاحات مع منتخب مصر سواء في الفوز أو تحقيق لقب بطولة أفريقيا خسر في المبارنة هائية وخسر في المرحلة الأخيرة في اللحظات الأخيرة من مشوار التقاهل لكاس العالم وكانت تجربة أقرب للنجاح زي يعني أنا آسف أنا مش عايز يعني أجاوب على السؤال ده على طول بطريقة مباشرة عشان أنا مش حابب حد يزعل مني هما الاتنين قريبين جداً لي كارلوس كيروش صديق لي شخصي وهو كان كمدربي وأنا عندي 15 سنة فكارلوس كيروش يعني أنا ما قدرش أقول عليه أي حاجة غير أنه هو مدرب كبير مدرب علامي وطبعاً زي كأننا بنقارن حد في الميديا يعني زي مثال مثلاً أننا بنقارن إعلامي بإعلامي آخر فأنا ما قدرش أقارن مدرب بمدرب كل واحد لي مدرسة كل واحد لي طريقة في اللعب وكل واحد لي طريقة في رد الفعل يعني كارلوس كيروش لي رد فعل مختلف تماماً عن أي حد بعد مرحلة رونالدو مين الأفضل أو الأقدر من وجهة نظرك بقيادة تجربة جديدة للمنتخب البرتغالي رونو فرناندز جواو فليكس روبين دياز رافا لياو ليجو جوتا مين الأقرب من النجم اللي تراهن عليه في غادة منتخب البرتغال مرحلة ما بعد كيستيانو رونالدو لا أعلم للأسف للأسف نحن عندنا نجوم كثير وللأسف هذا السؤال نحن نفكر فيه دلوقتي نحن عندنا جونس عندنا ناس مختلفة وأنا لا أريد أن أسمي اسم معين خلينا نقول إن هو كيستيانو رونالدو في الحالي وعندنا برونو فرناندز كمان حد محترم جدا ونقدر نعتمد عليه عندنا فرق محترمة ولكن أنا ما بحبش أجاوب على السؤال بالطريقة إن أنا أقول حد بشخصه أو اسم معين اللي يستاهل إن هو يعلق شارة الكابتن في منتخب البرتغال ده هيظهر بعد مسيرة كريستيانو رونالدو أنا عارف أنك أنت من الأصدقاء المقربين لكريستيانو رونالدو فسؤالي الأخير هيكون عنه هل تتوقع أو عندك معلومة أنه بعد مشوار كريستيانو في الاحتراف في خارج البرتغال ومحطته الأخيرة مع النصر السعودي هل فيه احتمال أو مجرد تفكير في فكرة أنه ينهي مشواره في البرتغال مرة تانية وخصوصا كما يقال يعني أنه بيفكر ينهي مشواره مع سبورت انجليش بونا النادي البرتغالي اللي بدأ مسيرته فيه؟ للأسف أنا مش عارف هو صديق شخصي رونالدو يبقى في سبورتينج أنا شايف أن موضوع ده يبقى صعب جدا وشايف أنه صعب أنه يرجع البرتغال في الوضع الحالي ينهي مسيرته في أندية برتغالية شايف أن كريستيانو رونالدو يستحق أندية ممكن تكون أفضل كمان من المكان اللي هو بدأ فيه ولكن إحنا كأصدقاء ما بنتكلمش في حاجة زي دي كريستيانو رونالدو زي ما أنا قلت لحضرتك من الصعب أنه يتكلم عن حياته الشخصية أو من الصعب أنه نتخيل هو بكرة يفكر في إيه وبكرة ممكن يوصل إيه ولكن من وجهة نظري أنا كخورخي كوستا أنا بالنسبة لي شايف أنه صعب جدا مشروع سيء لو رجع تاني سبورت لو بورتو مش بينافس على بطولة الشامبينز ليج خورخي كوستا هيشجع من في البطولة؟ سيء بورتو طيب السؤال لو بورتو مش بينافس أو مش بيشارك في بطولة الشامبينز ليج خورخي كوستا نجم الكرة البرتغالية يشجع من أو يتمنى تتويج من بطولة الشامبينز ليج أو دوري الأبطال؟ بورتو بس بالتوفيق بشكرك طبعا نجم بورتو والجيل الدهب يلحقها البطولة كانت مفاجئة في الوقت هذا طبعا من العارة التييل ما كانش من الفرقة التييلة أو الفرقة مرشحة لكنه كان إنجاز تاريخي الحقيقة الكرة بورتغالية وللندي بورتو واحد من التلاتة الكبار الحقيقة مع بانفيك مع سبورت انجليش بونا هم دول حقيقة أساس ويمكن يكون المصدر الأساسي لمعظم اللاعبين المحترفين الكبار طبعا اللي بيتقلقوا في ملاعب العالم وفي الأندال العالمية عندنا جيل شوف الناس متصلحة قوي مع نفسها بقول له يعني عندكم كريسيانو رونالدو رافايليا وبرونو فرناندس في السيتي روبين دياس في السيتي برونو فرناندس في يونيتد آسف ديوغو جوتا في ليفر بول كتيبة بتلعب في أهم فرق العالم وبتزعلوش لما بتخسروا اليورو ولا بتخسروا لك عادي يعني عادي يعني كان الله فعونا ناس متصلحة قوي مع نفسها الحقيقة على كل أحوال فاصل ونرجع عن الصديف واحد الحقيقة يعني التباعة الأول طبعا هو نجم من نجوم نادي الأهلي السابقين محترف نيجيري كان بيلعب في مصر كان لي مشوار صحيح مش طويل قوي مع نادي الأهلي لكن هتفكروه شخص بيتسم الحقيقة بطيبة ودماثة الخلق بشكل أكتر من رائع عكبتن إسحاق أولا هيكون ضفنا فيه أستدسة لكن بعد الفاصل تقريبا يعني تقدر تقول أنه معظم المنتخبات كامل العدد أكيد طبعا كل اللعبين اللي بيلعبوا لأي منتخب محترفين لكن المقصود بالأرقام اللي حالا لكم شفتوها هم المحترفين في الخارج وبما أن احنا بنتكلم عن أرقام تخصهم أفريقيا فخلينا تكلم الحقيقة أنه نسخة دي كانت غريبة واستثنائية وكانت يمكن تكون أسهل نسخ بطولة أفريقيا من عشر أو من عشرين سنة فاتت وبعد الخروج الكبار الكل توقع أنه ناجيريا هتكون الدولة المتواجهة باللقب ومن حصن الحظ أن معنا النهاردة ناجيري صحيح هم موفقوش لكن هو يمكن النهاردة يكون موفق معنا في حوارنا الأول يمكن مع واحد من القلائل اللي احترفهم في النادي الأهلي من ناجيريا وهي طبعا قوة عظمة في كرة القدم كابتن إسحاق أول هو ضفنا النهاردة في السادسة مساء خير كابتن إسحاق مساء النور وسأحمد مساء النور أقول سمي ناجيري سمي مصري يعني نص 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 صحيح أهلا وسهلا بك أهلا أهلا وسأحمد أهلا بالمشاهدين مشوار طويل مع النادي الأهلي مش طويل قوي لكنه كان فيه إنجازات برضو محطات مهمة بالنسبة لكابتن إسحاق الحمد لله طبعا طبعا جدت في النادي الأهلي وخدت بطولات كمان وفترة قصيرة بسبب الإصابة ما ألحيتش أكمل بشكل كويس لكن الحمد لله أنجزت خدت دوري أبطال خدت دوري خدت كاس دوري مصري وكاس كاس مصري ودوري أبطال أفريكيا بتاع 2001 أنت جيت مصر بس مش على النادي الأهلي في الأول جيت على نادي أسوان جيت على نادي أسوان كان إزاي يعني فكرة الانتقال من اللعبة في نيجيريا لأنك أنت تكون موجود في مصر وإزاي حصل التطور لأنه طبعا طبعا تقدرنا نادي أسوان نادي شعبي وليه جمهارية كبيرة جدا لكن برضو فكرك تعب للأهلي المصري بالتأكيد كانت نقلة مهمة في حياتك طبعا طبعا نادي الأهلي نادي كبير أنا جيت أنتقره مونير حسن كان وكيل لقابين مونير حسن هو اللي وداني الأسوان عدت في أسوان يعتبر نسو موسم نوسم ثمانية وتسعين تسع وتسعين أنا جيت ما بين الدورين فاختبرت معهم وربنا وفاعل لدي كم سنة ساعتها تقليل؟ لدي 18 سنة جيت صغير يعني 18 سنة لعبنا ماتش قدام نادي الأهلي ماتش ودي بين الدورين برضو في نادي الأهلي في القزيرة فده أول ماتش لعبته مع نادي الأسوان ماتش ودي أنت لعبت الأندية مصرية كتير حتى بعد ما رحلت عن أهلي أعتقد كان في تجارب مع سموحة؟ بعد نادي الأهلي عدت سنتين بالإصابة بعد نادي الأصابة كان 2001 عدت 2002 و2003 كنت قوي نادي الأهلي بعمل علاقه الطبيعي ويشتغل جيت ومشيت في الآخر 2003 فلما مشيت الحمد لله بدأت برقة وروحت نادي أسمنت السويس سيطا كان كابتن محمد أمر المسكو في الممتاز بردو بعد 2004 و2005 بعد نادي السموحة هذا آخر موسم لعبت وإنت دخل النادي الأهلي ولو معرفت أن الأهلي بيفاوضك أول مرة كان إيه أحساسك؟ كان إيه طاقعاتك؟ ولما لعبت حسيت إيه الاختلاف اللي شفته جواه النادي الأهلي؟ لا اختلاف كبير طبعا مع النادي الأهلي لو أنت في أي نادي لما تجي النادي الأهلي تجيس باختلاف كبير جدا جاب كبير النادي الأهلي يعتبر بعدي ما فيش اتنين فيه مثلا من عشرة كان النزام لجوه والتعامل لجوه النادي الأهلي وكل الناس ماشي عليه حتى اللعيبة لها سيستم معين فدي حاجة مختلفة خالص بالنسبة لديها تانية نادي الأهلي اشتغلت مع مين في الفترة دي؟ في الأول سنة كان رينالسوبل أعمل ألماني طبعا أعمل بعدي السنة اللي بعد كده هو ماشي بعد الموسم 99-2000 ويجال لنا اسمه ديكسي من ألمانيا برده لكن دائما تأويش كان الأهلي في التسعينيات وبداية الألفية كان المدرسة الألمانية كان فيه هولمان كان فيه داتريتش فيتصف في أول التسعينيات كان فيه طبعا رينالسوبل وبعد ديكسي فبعد ما ديكسي ماشي جيب بداية 2001 كابتن مستر مانويل مانويل جوزيك اشتغلت مع جوزيك اشتغلت معه لكن تعورت بقى في البداية الموسم فماكملتش مين اللعبة اللي كان قريبين منك في جيل بتاعك أعتقد كان الجيل ده وليد صلاح كابتن وليد صلاح كابتن هادي خشب كابتن سيد أب عفيس يعني كابتن هادي وكابتن وليد كان من أعرب الناس وكابتن سيد سيد أب الحفيس وما زالت العلاقة موجودة ما زالت على تواصل العلاقة موجودة طيب عظيم جدا سنتا انت اخترت انك تكمل في مصر يعني ما قررتش انك ترجع للجيلية تاقي ايه قرار جي مش انا حضرت لكده لكن تأثير ربنا بقى انا بعد مع انا بطلت موسم 2006 طلست مع سموها فكنت لسه بفكر عامل اي اروح بلدي ولا قعد فلاقيت كابتن سيد بيكلمني بيقول لها بناء من الأكادمية لنادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيس اللي حبيت تبع معنا كمدربين تعالى اشتغل معنا وطلعه ماشى فمن هنا بقى من هنا بقى ربنا اراض انك تكمل من الكمل ومازلت ومازلت انت من الناجرين اللي يعبوا في نانيا متهيقل يعني مش مش تأكد قوي بس انت وصندية بس انا وصندية وروبرت صندية كان بيلعب معك في نفس الوقت اه صندية جي بعدينا بالسنة هم الاثنين كان صندي وروبرت أكاروي روبرت صحيح والجونيور أجيه طبعا جونيور أجيه بعدنا بس برضو كان من النجوم الكبيرة صحيح الأهلي معروف في نيجيريا يعني قبل ما تيجي مصر كنت تسمع عن الأهلي في شعبية هناك في جمالية الناس عارفة الأهلي المصري ناس عارفة لكن اللي بنسمعه أكتر ناجزة مالك ناجزة مالك عشان إيمانويل كان بيلقى في الزمالك طبعا كنا بنتابعه حتى نادل الزمالي يجو ملاقبوا ماتش تعريبا مع شوتين ستارز برضو في البطول الأفريقية يا راحت فين الأندية لنجيريا بالمناسبة يعني أنتو طول عمركم قوى عظمى جوى القارة نيجيريا في أولمبياد في كاس عالم الأفارقة وهم بيتابعوا منتخباتهم بحيث أن منتخب نيجيريا يقدر يعمل كل حاجة لكن على المستوى الأندية أنا مش فاكر آخر مرة شوتين ستارز في البطولات الأفريقية أن ينبا مثلا أن ينبا وشوتين ستارز ورينجرز كله يختفوا ليه يبقى حصل في أندية تانية زهرت عندها إمكانيات أقوى من دول أن معظم الرينجرز وشوتين ستارز وأن ينبا كله دول تبع الولايات مثلا قاهرة نادي تبع القاهرة نادي تبع المحلة زي الأندية دي فما كانش في دلوقتي ما فيش اهتمام أوي في مستثمرين دقلوا وعملوا أندية كبيرة ودخلوا باستثمار فمهتمين أكتر وإمكانيات أك أعلى فعشان كده هما مش مش بنفس القوة ايو حتى على مستوى بطولات أفريقيا ما فيش أندية من نيجيريا دايما يعني يمكن أندية شمال أفريقي هي اللي مسيطرة في السنين الأخيرة باستثناء يمكن سانداونس طبعا بيخش معاهم في المنافسة مازينبي من كونغو شوية برضو طبعا ما نيجيريا دلوقتي أمور اختلفت كتير لأنه ما فيش لعبة اللي هي الجامدين والتقال في الدوري نيجيري مؤزمهم لعبة بتسافر دلوقتي يبدري هم صغيرين 14 سنة 15 سنة بيسافروهم بره في أكاديميات ده أكاديميات شغالة في نيجيريا في أكاديميات كتير وما فكرتش أنت تستغل علاقاتك بما أنك يعني بقى ليك علاقات كبيرة هنا في أندية كتيرة في مصر أكيد طبعا ليك علاقات في نيجيريا أنك يعني نشوفش لعبيننا من نيجيريا كتير في مصر أنا ما فكرتش أو فكرت لكن ما لقيتش دعمك كبير لأشتغل في المجال فأركزه في التدريب بالتوفيد إن شاء الله هاجل مشوارك في التدريب بس خليني أقول لك هارد لك طبعا على بطولة أفريقيا يعني كانت قريبة قوي أعتقد يمكن كان قبل نهاء البطولة كان لنا قال لنا في فيديو كونفرنس مع بابا نجيدا طبعا نجمة نيجيريا كنت بكلمه قبل ماتش كنت دي بفار ماتش الفاينل وخصوصا أن كل عبتوا معهم في دور المجموعات وكسبتوهم فكان الإحساس أو التوقعات كله رايحة لأنه نيجيريا هي البطل لكن مباركة غريبة ورأيك فيها ورأيك في البطولة عموما ورأيك في بيسيرو طبعا المدير الفني بيسيرو ده كان هنا كان مع نادي الأهل فترة في سهيرة برده دعوه مدرب كويس وتهاجم كتير قبل البطولة وفي ناس أعتقد عندك في نجيريا كتير كانوا بيقولك مشي بيسيرو كان هيمشي قبل البطولة كان فيه ضغط جامد من بعض الناس أنت عارف بقى مجال الكورة فيه كذا حاجة فيه حاجات كتيرة جدا فكان حلوة دحكة دي دحكة دي بتترجم الحاجات الكتيرة جدا فيه ضغط جامد عشان عايزين يمشو عشان يمسكوا حد من مناجيريين لكن في الآخر استقاروا أنه اللي يكمل البطولة فربنا كرم عمل البطولة كويسة وصل للنهائي لكن ما وفقش في الماتش النهائي وماتش النهائي برده أنا التفسيري هو اللي عمل سيناريو نجح فيه في الشوت الأولاني لكن شوت الثاني ما طورش السيناريو راح فدل على نفس السيناريو بتاع الشوت الأولاني فحصل ما حصل أكو ديفور فيها لعيبة كويسة لعيبة عندها إمكانيات عالية فأنت بتلعب الشوت الأولاني عملت الزون بتدرب التحولات بسرعة ربنا كرمك جيبتوا جون فشوت الثاني مفروض لازم يغير بقى سيناريو يبدأ يضغط عليهم بحيث مهيقومش عليه هم خلاص مش خسرانين فلما ينزلوا الشوت الثاني طبعا هيحجموا بكل قوة ففضل سافت في ملعبه فطبعا دغط يولد أخطاء فده اللي حصل زعلته طبعا نعم طبعا زعلنا إن دي شايفا من أصحى البطولة بس البطولة دي كانت غريبة يا كابتن إسحاق يعني يعني كل الفرق الكبيرة خرجت منهم حتى فرق كبيرة جدا كانت مرشحة للقب خرجت من دول المجموعات فرق منهم حققت شوالة فوز منهم حتى منتخب مصر منتخب الجزائر كان مرشح خرج من دول المجموع تونس كان مرشح غانا كان مرشح بعد كده غانا والسنغال يمكن أكتر فرقتين كانوا أصحاب ترشيحات السنغال بطل النسخة الأخيرة المغرب رابع كاس عالم وكله خرج 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 بتقولها جايبة بالمفاجآت طبعا وهي من بدايتها بانت كده والحتى عنديل اللي هي معلاش اسم منتخبات مش مصنفة مش مصنفة بالنسبة تسنيف الفيفا أو تسنيف الكورة الأفريقية هم اللي عمل اللي هم اللي زهروا بشكل كويس هم عندهم نرجع لحتة تانية هم عندهم محترفين فرقة تلاقي فرقة كاملة زي الرأس الأخطر دي فرقة كاملة والاحتياطي كلها محترفين وفرقة معلاش مش في التسنيف فدي عشان اللعيبة اللي بتسافر بدري فبقى عندهم أقليات مختلفة عن أقليات اللعيبة اللي موجودة في أفريقيا فهم وصلوا لمستوى كويس مستوى الاحترافية تفتكي الموضوع ده تتكرر في كاس العالم ولا كاس العالم خصة مختلفة يعني احنا السنة دي يعني لغاية لما التصفيات تنتهي في بدايات 26 هيطلع من قارة أفريقيا عشر منتخبات أو تسعة ونص بالزبط تسعة هيروحوا دايركت على كاس العالم وواحد هيصفي بالزبط في ملحة هل التسعة دول ممكن يكون فيهم يبقوا من جوه المنهج ولا يبقوا من بره المنهج أكيد 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 يبقى من منهج ده إنه اللي هم دلوقتي خلاز لسه دي البداية بتاعاتهم دي البداية اه جاين بقوة فهيستمروا هيوصلوا هتلاقي من منتخبات دي هتلاقي كثير منهم ووصلوا لكاس العالم صحيح طيب هقف مع مشوارك بس في الأهلي مرة تانية حققت كم بطولة تلات بطولات أو أكتر تلات بطولات تلات بطولات غير البطولات الودية طبعا حققت أنا لعبت في النهاية خدت دوري هاي فدي بره كانت حاجة كبيرة بنسبالي هم فحلم من الأحلام لكن بره الأهلي ما كانت فيه نصيب بطولات ما أخدتش أي حال ما أخدتش أي حال دخلت بعد كده مجال التدريب دخلت على التدريب على طول اشتغلت الناشئين الأول اه بدأت في الأكاديمية بعد كده تدرجت بعد ما وصلت لقطاع الناشئين اه فاشتغلت مع العديد من المراحل السنية في القطاع الناشئين يعتبر كل مراحل السنية أنا اشتغلت معهم طب أقول لي بيقولوا أنه يعني مش بس يتجيل بتاعك واللي قبله واللي قبله واللي قبله من أول ما اخترعوا كورة القدم كان دايما الموهبة هي العنصر الأهم أو اللي بيصنع الفارق بيقولون الموهبة النهاردة بقت عملة ندرة مش في مصر بس في العالم كل في العالم كل ليه بما أنك انت بقى شغال في الناشئين تحت هل هي فعلا الموهبة بقت ندرة ولا الموهبة مش تقية الفرصة ولا الموهبة بقتش مطلوبة يعني لا الموهبة قلت بالشكل الكبير يعني بالشكل الكبير بقيت لعبة لعبة الكورة بعدها بقى زي الاصناعة اللعبة بيتكون بحاجة لو عنده حاجات حاجتين مهمتين يعرف يتبني كلعيب ناجح السرعة وقوة مبنية على السرعة وقوة السرعة والقوة سرعة وقوة فدي حتى أوقات في الاكتبارات بناجي نبص على حاجتين دول حتى لو مهرت وليلة لكن عنده قوة عنده سرعة تبدأ تبني معه شغل لأن شغل دلوقتي مؤزم خطتي مش مهاري ما بقىش هت المهارية دي بقيت بسيط يعني لو مرادونا ورونالديني وزين الدين زيدان ابتدوا يلعبوا كلها دلوقتي مش هبقى ليهم حظ ولا نصيب يعني دول دول مع حاجة تانية ما هدول أساسهم المهارة دول أساس ما أنت زمان دايما زي ما أنت قلت المهارة هي اللي بتبان هي ده رقم واحد لما تجي بتبس اللقبة الفرقة تشمين مهاري أكتر بيبان لمسات والتحركات وبيعمل حاجات تقول ده اللي يكامل ده اللي يلعب في حاجة طب لحظتها أو ميستها يعني بيقولوا والله أعلم أنه كل بلد لها شخصية في كرة القدم وبالتالي الشخصية دي بتبقى مزروعة أو مبنية في مواصفات اللعبية يعني ما تيجي تتكلم عن الكرة في برازيل هي مدرسة نكحة جدا ودائما مرشح للبطولات طبعا لما تيجي تتكلم عن ألمانيا هي مدرسة نكحة جدا وبرضو مرشحة بس الاتنين تقريبا مختلفين تماما مختلفين تماما إيطاليا نفس الحكاية فرنسا لما كلمك على بمنك تشتغلت مع أولادنا يعني مع الولاد السعرين في مصر هل اللعب المصري يلقي فيه شخصية أو الكرة في مصر لها مدرسة معينة مختلفة عن باقية المدارس طبعا كرة في مصر هي مختلفة عن باقية البلاد كرة في مصر طبعا بتتبني على روح على الروح روح العالية ده شخصية اللعب المصري لو تعرف توصل الروح العالية دي حتى الفنيات قليلة لا يعرف يوصل لأعلى درجة في الكرة متابعة قصة المنتخب الوطني في مصر عندنا اه طبعا ايه رأيك حسام حسن وانه طوال دي حاجة كويسة عائجات في دماري الحقيقة بمناسبة فكرة الروح لانه حسام من اللعيبة طول عمرها الحقيقة في الملعب وبرى الملعب عنده حتة الروح دي جرينتا دي اه كابتن حسام طبعا اللي حاز لعبت معه اول سنة في الاهلي سنة 9 أو 9 دي كان هو كابتن إبراهيم كان موقع انت انت كنت مركزك في الاهلي خط نص او جناح مهاجم صح اه بلقى بجناح يمين ونص ملعب بيقوله كابتن حسام كان بيتخاني مع العيبة لانش بصيله الكرة في الملعب لا بيتخاني لكن بيزاع زي ما انت قلت حماسي وهو دايما ايز اعلى حاجة كابتن حسام فاعلى حاجة كنت تتكلم عربي ساعتها طبعا لا ما كنتش بيكلم عربي لكن بيكلم معه شوية انجليزي بناعرف من التواصل وكابتن ابراهيم طبعا كان معاه كابتن ابراهيم بره بيكلم انجليزي فنعرف نتواصل مع بعض صحيح نروح معك لبطولة افريقيا متابعة بطولة السنة دي الاهلي اخباروا ايه السنة دي يعني من وجهة نظر تقييم عامي احنا لعبنا ست مطشاط ثلاثة فوز وتلاثة تعادل سان جوج ذهبوا عودة ثلاثة صفر واربعة صفر بعد كده فوز على ميدياما الغاني وتعادل مع ينجي افريكنز وشباب زاد ذهبوا عودة شايف مشوار الاهلي في بطولة افريقيا ازاي ولا الى حد ما مش وحش لكن مش هو ده اعلى حاجة مش هو ده احسن حاجة بنسبالنا كنادي الاهلي اي لك جت بظروفها كده برضو في عدم التوفيق بعد المباريات ان الشجل ما بيترجمش بشكل كويس يعني في عوقات كتير في فرص كتير لكن في سؤل حظ للترجمة لفرص ذي فده اللي خلى حد الوقت اللي بسيط على المجموعة ما حدش كسب ماتش كل يعني اعلى كسب ماتش وفرعة تاني برضو كسب ماتش وباقي تعادلات ده ده نتيجة امن وجهة نظرك يعني الفرق متقربة في المستويات ولا هي ظروف كل الماتش جات كده لا هي ظروف الماتش مش متقربة كمستويات طب صنف للاربع فرق دول من وجهة نظرك طبعا من يستحقق اول تاني تاني نادي الاهلي والشباب الوزداد شباب الوزداد طبعا لو كان في نادي نيجيريا كنت برضو هتحط الاهلي قبله ازداد طبعا كنت هتحط الاهلي طبعا نادي الاهلي في البطولة افريقية لما يتحط في اي مجموعة دايما هو تسنيف اول هو رقم واحد وبيلعب على مركز اول فحتى دلوقتي اوقات بيجي يطلع مثلا في المجموعة يفنش تاني يتعاهل كتاني لكن مش هو ده هدف نادي الاهلي عايزي يطلع الاول رجب من هدف الاساسي انا اكمل في البطولة لكن لما نطلع كتاني احنا اكمل لكن زي علينا احنا ما اخدناش ايه للمركز الاول الجيل ده عمل الحقيقة ارقام كبيرة جدا يعني انت حققت وبطولة افريقيا صحيح وانت شخصيا يمكن في 3 سنين جبت دوري ابطال وجبت دوري وجبت كاس مصر العشرين والتلاتين سنة الاخيرة الاهلي الحقيقة سيطر على افريقيا بالطلوب العرض ومش بس افريقيا كمان يمكن على مستوى كمان مع وجود بطولة كاس العالم قدر يكسب تقريبا كل ابطال القرار باستثناء يعني هو بطل اوروبا اللي لسه ما زال صمد معنا لغاية دلوقتي ازاي بتشوف ده او ازاي جمهي الكرة في ناجيريا بتشوف ده وجمهي الكرة الافريقية عموما نظرتهم لنادي الاهلي طبعا ده مع كل الانجازات الحق ونادي الاهلي ده لا بقى نادي الاهلي في حتة تانية حتى في افريقيا في افريقيا ما زمان زي ما انا قلتلك يعني كنا بنسمع زملك اكتر ايو عشان المانويل بتقول ايو فبعد كده دلوقتي نادي الاهلي نادي الاهلي رقم واحد في افريقيا في ناجيريا كل الناس تعرف حتى بوقات بشوف فلنادي الاهلي هناك لما بنزله في ناس هناك مشجعين نادي الاهلي بيلبسوا اه والله بيلبسوا يعملوا بوستات ومتابعين كل واحد مشجعين نادي الاهلي ايه بيتابعوا اللاعباء في واحد اسمه مسامي نفسه كهرباء هناك عندوك في ناجيريا ايه ويجب حتى كهرباء تقريبا بقتله فلنا فطبعا نادي الاهلي مع انجازات وطبعا مسيطر على كرة افريقية وبرضو له وجود في كرة العالمية في كاس العالم المقندية يعني اكتر نادي الشارك فيها طبعا بس شارك كمان لما تتكلم على انه يعني في كل مشاركات وسيبك من الميدالية برونزية لانك بيكلم عن العروض اللي بيقدمها مع فرق على اعلى مستوى من كل حتة في العالم انه يكسب بطل امريكا الجنوبية يكسب بطل اسيا يكسب بطل الكونكاكاف يكسب بطل فيه قرارات ايه تاني وكل قرارات معدى معدى اوروبا يعني احنا مفيش حد عدناش عليه الا اوروبا صحيح صحيح ماتش ميديامة الغني صعب والله صعب تجاي لابس لبس ميديامة على فكرة لا ماتش صعب ماتش صعب في نفس الوقت صحيح في نفس الوقت صحيح دي حاجة محيارة خلينا نروح لفاصل نرجع نسمع وجهة نظر كابتن اسحق في قصة الماتش الصعب والسهل في نفس الوقت ان شاء الله كابتن اسحق اول قبل الفاصل كان بيقول انه ماتش الاهلي وميديامة ماتش صعب وماتش سهل تعالوا نفهم بقى الديلامة دي ازاي حسبها كابتن اسحق صعب ولا سهل يعني يعني الاثنين مع بعض دي الاثنين مع بعض لان نادي الاهلي عنده خبرات يعرف يحسن اي مباراة بارادته وتركيز اللعيبة والشراسة والقوة يقدر يوصل لكن حاجة تانية لو ما احتموش بالفرقة المديامة دي فرقة كويسة جدا فرقة كلها شباب صغيرة فنياتهم عالية عندهم مش يقول بالهم فترة مع بعض فدي الصعوبة اللي انا شايفة على تواجه النادي الاهلي فرقة دي كل ما يعني بالهم سنتين ثلاثة فرقة دي مقفولة عليهم مع بعض صغيرين طلقوا مع بعض عشان كده زحروا بالمستوى ده وصلوا لانهم يكسبوا دور الغانة هيبقوا في الدور أبطال فليهم ليهم مستقبل فرقة دي من فرقة الليها مستقبل في سنين اللي جاي إن شاء الله يمكن الناس مش منتخوا في حوالي من فكرة ان المباراة برما لعبنا أو يعني ميديا ما هيلع هو مفريم عنده جمهور مش من الأندية الشعبية يعني في غانا فما فيش مش هيبقى فيه ضغط الجماهيري لكن ده اللي بيفرق مع النادي الأهلي لكن اللي يفرق مع الجمهور أكتر حالة الأهلي حالة الأهلي وحالة الأهلي جاية من توقف فترة طويلة غيابات كتيرة هو ده اللي يمكن شوية بالنسبة للجمهور الأهلي تخلي المعجلة صعبة طبعا طبعا قاله جيابات كتيرة وفترة يروح بالمستوى لا طبعا مباراة سهلة بالنسبة له لو بتشتغل مع في الجهاز وقال لك حط تصور للطريقة والتشكيل اللي الأهلي ممكن يكسب به مباراة ميدياما تفكر فيها ازاي لا هو دائما هو الطريقة اللي بيلعب بها طريقة كويسة وعمل شجل وفيه تفاهم بينه خصوصا خط الأمامي وعمل حتى بيعمل مع بعد الخط الأمامي خد بالك اللي هيلعب مطش ده مالعبش غالبا يعني مالعبش جانب ببعد قبل كده في المباراة أنا بكلم على السيد اللي هو اللي بيماشي عليه لكن مطش ده طبعا يبقى مختلف ممكن يغير طريقة ممكن يغير طريقة حسب لبردو يرجع الفرقة من ديامة يقراها تاني يشوف ممكن بناء على كده غير طريقة مين بيعجبك في الجيل ده من العابة النادي الأهل لا حسين شحات بيعجبني اللعبه وثقة بنفسه دايما بيروح الجون عنده ثقة في أي لحظة ممكن يجيب هدف ده أنا مؤجب به جدا بس حسين الشحات لا فيه كتير طبعا فيه فعوات الصعبة بيطلق يجيب لجوان في جنو أفريكا بيرسي تاو لعب كويس لكن هو بس عنده تصرق في الفينيشين ده بردو لو اشتغل على الفينيشين بتاو يبقى أحسن لا فيه قدامه فيه اللعب الجديد اسمه مين مودست ولا ويسام أبو علي ولا ريدا سليم دول السفقة ريدا لكن ده بردو عايز ياخد وقت ياخد ينسجم مع الفرقة لكن ده اللعب عندها إمكانية تعرف تفيد النادي الأهل خصوصا في الخط الهجوم تفرج على مطشوطة الأهلي بس في البطولة أو على مطشوطة الفرقة البطولة كلها لا ما أعزم مطشوطة الأهلي كلها لو في فرصة بتابع المطشوط التانية لو حاسس مين الفرق اللي ممكن تكون بتنفس على البطولة السنة يعني الوداد يمكن مفاجأة ليس بس على مستوى دوري الأبطال أو مهدد بالخروج أساسا من دور المجموعات لكن حتى على مستوى دوري المغربي بيعاني والوداد هو شريك أساسي للأهلي في آخر نهائيين مرة بطل مرة وصيف طبعا ووداد السنة دي مش أمور مش أحسن حاجة بنزواله أمور في صعوبة جدا بنزواله فيعتبر صعب جدا حتى يكمل لكن لسه فرصة قايمة يعرف يخش الفرقة كبيرة دي تعرف ترجع حتى في آخر لحظة يعني لسه في فرصة ممكن ودا ترجع لكن طبعا رقم واحد هو نادي الأهلي نادي الأهلي بس الأول ما يخلص المرحلة دي يبقى في نزام تاني في فرصة تانية عيد حسابات وزبط صفوفه هيبقى في أحسن مستوى أنت حاليا بتدرب في فريق اسمه تيم أفسي كان زمان اسمه جولدي أو كان معروف عند الجمهور باسم جولدي التجربة استثمارية أعتقد صح بالتبع أكيد بتفرجع الدوري الممتاز لما كبير من المطشاط المؤجلة بحكم أنه كان في كاس عالم وكاس سوبر وبعد كاس ربط في وقت بطولة أفريقيا تعال نبص على جدول الترتيب تقول لي رأيك وإيه المفاجأة بالنسبة MP في استدار لعب 13 مباراة 23 بونت بيجي في مركز الثاني زد الصعد حديثا برضو تجربة استثمارية دي المفاجأ بالنسبة لذلك وليه مباراة كمان يعني لعب مباراة أقل من MP يعني لو كسب المطش المؤجل له يركب صدارة الدوري بـ 24 نقطة وراءهم بيرميدز 10 مطشاط بس 21 نقطة الاتحاد السكندري لعب 11 مباراة 19 نقطة في مركز الرابع طلاع الجيش مركز خامس سموحة مركز سادس تلعبت في سموحة أعتقد فنش في سموحة فنش آخر موسر الموسر المصري مركز سابع سيراميكا كليوباترا مركز تامن مش عارف السيراميكا كام كام النهاردة كان بيلعب الجونة واحد 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 طيب بعد كده الجونة يعني هم تقاسموا نقاط المباراة وراء بعد في الترتيب سيراميكا تامن والجونة تاسع برسيد خمس نقطة الأهلي لعب ست مطشات بس وفي المركز العاشر في المركز الحداشر فيوتشر باربعتاشر نقطة المركز الاتناشر بلدية المحلة تلاتاشر نقطة الزمالك تسع مطشات اتناشر نقطة في المركز التلاتاشر تعادل برحمة الاسماعيلي سفر سفر والمركز الاربعتاشر وبرضو نفس الحكاية مع سيراميكا والجونة اربعتاشر في مركز اسماعيلي مركز اربعتاشر اتناشر نقطة متساوي مع الزمالك لكن لعب تلات مطشات زيادة عن الزمالك طبعا البنك الاهلي مركز خمستاشر مقاولين مركز ستاشر طبعا مقاولين بيعاني مركز سبعتاشر الدقلية والتمنتاشر فارجوا شايف جدوى الهتطيب ازاي فارجت علماتش اسماعيلي والزمالك ايوه 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 والله اعجبني الصفقات الناجل زمالك اه اه اماملوش حاجة مبارح اه اه دي بقى مشكلة يعني الصفقات كبيرة وتقيلة لكن لسه شوية والله احنا مبسطين يعني نتمنى الزمالك كان مين اللي بنفس الاهل الزمالك ولا الاسماعيلي زمالك الزمالك الزمالك منافسة التقليدي اه طبعا هو وجوده طبعا في المنافسة بيد دوري شكل تاني والمنافسة تبقى على اعلى مستوى نادي الزمالك ودائما نتمنى ليرجع لمكانته نادي الزمالك نادي كبير وشايف الزمالك يقدر يرجع مع الصفقات للمنافسة. سيرجع. لكن هو محتاج وقت بس. منهم كلهم لقيبة كبيرة. عندها خبرات كبيرة جدا. فيعرفوا يرجع. هو مسألة الوقت بس. مع الكمان مدير فاني جديد. فهم محتاجين وقت بس. لأول ما يتلموا مرة واحدة هتلقيهم طالعين. يعني اللي هينفس من وجهة نظرك الاهلي السنة دي. الزمالك ولا زد ولا بيرامدز ولا فيوتشر. مثلا او الا الاتحاد. الزمالك. الزمالك ولا هينفس. زمالك هينفس. رغم ان هو بعيد او. هيرجع. هيرجع. طيب. كلمني شوية عن تجربة تيم افسي. يعني انا شايف ان الكرة المصرية اصبحت جاذبة الاستثمارات في الفترة الاخيرة. في ناس كتير النهاردة بقت عندها تجارب الاستثمار في النادي. منهم نادي تيم افسي. ايه الحاجات يعني اللي شايفها كويسة في التجارب دي. وايه الحاجات اللي ممكن تبقى مشاكل او معوقات. والله. طبعا دي التجارب مفيدة جدا. وبيدي فرص برضو الاستثمار اكتر في المجال الكرة. لانه دلوقتي كرة بقت استثمار. فرجال الاعمال بيخشوا دلوقتي بيستثمروا في الكرة مجال بنفس الوقت. بيستثمروا عشان ايه يا كابتن الاسحاق. يعني لما بتعودوا مع الادارة كجهاز فني. هدفكم ايه انكم تجيبوا تكتشفوا لعيبة وتبعوها لاندية مثلا في درجات اعلى. او بتخلوها تحترف برا. ولا تجيبوا بطولات. ولا تحققوا مكاسب مالية. يعني بيبقى ايه الهدف من التجربة. لا مؤزم مؤزم من الاندية دي. هدفهم استثمار. عايزين يعملوا مستوى كويس. يظهروا يأهلوا لعيبة كويسة. صالحة تروح اندية تانية. عشان يعرفوا مع مده استثمار. هو صرف فلوس فأيز برضو يكسب. ايه. فهدف مؤزمها هدف الاساس هي استثمار. ايه. ويقدر يجيبوا اللعيبة كويسة. اللي هي مش معروفة. لما تلعب مع السانة سنتين. يعملوا بوليش عليهم. يظهروا يلعبوا يخدوا خبرات. يظهروا في الساحة. يجي قروض بقى من اندية كبيرة. عندها كبيرة في مصر اندية كبيرة خارج مصر. جوهو بره. جوهو بره. هدف اه. انتو عندكو سكاوتنج تيم. يعني انتو بتكتشفوا عندكو اه ناس متخصصة في اكتشاف المواهب. اه طبعا. اه. بتكتشفوهم من مصر. انا طبعا بس النادي تيم ده اول سنة اشتغل معهم بعدين من ثلاث سنين تعريبا. اوكي. اه اول سنة انا بشتغل معهم لكن لما ارفت في بتاعهم برضو. المجموعة كويسة جدا. هعملين حسابات حساب كل شيء. عشان يعرف يوصلوا لاعلى درجة. اه. فحط اللي انت بتكلم عليها دي عندهم ناس كشفين. اه. بيتابعوا اللعيبة في الاماكن كتيرة جدا. بيختاروا اللعيبة. بس كل المتابعة دي جوه مصر. لا جوه مصر. ولا فيه متابعة برا مصر. فيه اكيد. اه. اكيد اما هو عنده هدف استثماري. يبقى فيه جوه مصر فيه اللعيبة المحترفين. اي. حتى معنا في فرقة فيه اه اتنين او تلاتة محترفين. فيه محترفين نجري في الدولة المصري بيلعبوا دلوقتي? اه. اقول لي اه مين منهم يعني ناجح او تجربة شايفة انها لفتة نظرك. فيه سدي سدي ايبولا في السيراميكا. لعيب كواس كان في السموحة. ايو. فيه شبهك وستيلك في اللعبة. ايو ايو. ايو. فيه رشيد. بيضايع عجوان كتير. بيضايع اجوان كتير او. بس مكتهد بصراحة. لا مكتهد وبيعمل. ودائما بيخلق فرص. بيخلق فرص. بيخلق فرص للفرقة. ايو. وفيه ويسلي في الفاركو. وفيه. شكله هيهبط. فيه رشيد. فيه عبد الرشيد. كان في الداخلية. اه رشيد. كان السنة اللي فاتت يعني عمل سيزن كويس جدا. عمل سيزن كويس. اه. اه. جاب اهداف كتيرة. اعمل موسم كويس. اه. فيه كذا العب ناجير فيه. بتقبلهم بقى بما انكو نيجيرين مع بعض يعني يعني ما بيجوا هنا وبما انك انت طبعا يعني انت عمدة نيجيرين زي ما بيقولوا يعني. عمدة نيجيرين في مصر بيجوا لك بيسألوك بتساعدهم ولا مطنشهم. لا. فيه منهم على اتصال. فيه منهم على اتصال. فيه منهم لا. اي. كوالتي اللعيبة اللي بتيجي مصر في الدوري المحترفين رأيك فيها ايه. يعني هل. هل تقدر تقول عليها بنسبة ايه نكحة. اه. بنسبة ايه الدوري المصري بيساعد اللعيبة. الافارقة عموما. مش بس النجيريين. اه. انه هم يطوروا. فبالتاني ممكن بعد كده يروحوا. اه. مثلا في اوروبا او ان ديه مستوى عالم. ما طبعا احنا بنسبة لنا بنسبة ايه لعيب افريكي. دوري المصري بيجي كمحطة. وعمل نفسه جاي محطة. عشان يشتغل. ممكن سنة سنتين يطور نفسه. ويظهر بشكل كويس. عشان يسافر اوروبا. فدوري المصري بيدي بيدينا فرصة دي. نعرف اي لعيب بيجي هنا. خصوصا هنا بلد واحد. اي حد يعرف يعيش مرتاح فيها. ناس كويسة بيتاملوا بشكل كويس مع الناس. خفص المصريين ايه. اه طبعا. اه طبعا. مبسوط مع اه. اه مبسوط والله. مبسوط مع اه. اه. ما واحد اه واحد مبسوط فعلا انا حاسس انا بين اخواتي يعني انا في مصر. ايه. تحكيم. اه. طبعا فيه. حتى في الدور الدور المحترفين. اه. ودور الممتاز بيه. ايه. بره فيه. في مشاكل بتحكيم كتير. مشاكل تحكمية كتيرة جدا بتزهر. ايه. لكن ما عرفش ايه السبب طبعا. ايه. هل هم. الحكام المصريين يعني تقصد. بقى على وجه التحديد صح. لأ. مستويات. لا. ما في الدور الممتاز ما فيش مشاكل دي كتيرا. ايه. لا والله في مشاكل بس انت ما بتشوفش. اه. 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 لكن. 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 التحكيم في افريقيا كان عشر على عشر. في البطولة يعني. في البطولة. لا. من اعلى بطولة شفتها تحكمية. ايه. بطولة اللي فات. ايه. بتاع كودفور دي. ايه. كل الحكام على اعلى مستوى بسرعة. ايه. لكن. لكن. لكن في المسابقات هنا. في في عقل يعني. لا. في مشاكل. في مشاكل. تقول لي. نتمنى طبعا. طبعا. حاجات. الاجهزة. بتتخنق مع بعض. وبتحصل مشاكل. طبعا. ما بعد. اوقات. طبعا. لما تلاقي. فرقتين مش راضيين ان حكم. يبقى في. ده كرسة. ايه. فرقتين. مش يعني. مثلا. يقول. هو. بيجامل فرعة. لا. فرقتين. يعني. بيجي على ده. بيدوس على ده. بيدوس على ده. يعني. في مشكلة كبيرة. يعني. في جزء كبير. هو. ممكن. مش فاهمه. ايه. في عدم. الفاهم. في التطبيق قانون. انت بتقول لي. ناس ما تعرف. في. بتحس. ساعات. انه. في حكام ما يعرفوش. قوانين كورة القادر. ما عرفش. او. ممكن يعرف. اراية. لكن. تطبيقا. لا. انه. ما عندهش. احساس. انه. مفروض. اللعب. اللحكم ده. يكون لعب. يكون لعب كورة. عشان. في حاجات. مهما انت. خطها. ايه. لو انت. ما لعبتش. مش. تعرف. توصلها. مش. تعرف. تحسنها. فيها. تبني. بشكل. لكن. او. انت. لعب كورة. قبل كده. تعرف. 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 على طول. تاخد قرار فيها. ايه. بس. هي. مش. بالضرورة. للممارسة. برضو. يعني. في تجارب نكحة. اه. مدربين. او. حكام. او. او. الى اخر. ما لعبوش. كورة قدم. ومع ذلك. لكن. ده. لكن. ده. كم. في المية. ممكن. عشرة في المية. ايه. فدي. قليل. لكن. جالبا. لازم. يكون. اللقب. اللقب. بيفهم. يبقى فاهم. احساس. عنده. احساس. صحيح. صحيح. منتف معك. قولي. مين. اعظم جيل. قod. في تاريخ كورة ناجيريا. قبية بتاع تسعينات. كانو. اه. جي جي وكوش. دانيان وتسعين. ايه. اثنين وتسعين. ايه. اتنين وتسعين. آسان ست. اللي قد وذهابية الأولمبياد صحيح. كانو ياو انكو كانو صح. وانكو وبابان جيدا ووابان جيدا. رشيد ياكيني. ورشيد ياكيني. دانيل أموكاشي. ا Authorityوا وجودين.opedia تبعكم. رشيد ياكيني كان اثنين لاعيبة ومش لاعيب و scrapÓ. كانت له. ده جوهرت الكرة أنا أحب ده ده تريكة بتاع نيجيريا الماجيكو بتاع نيجيريا المازيكو بتاع نيجيريا صحيح مفيش حد دلوقتي شابه للجيل ده؟ لا مجاش هو مش هيجي ومش هيجي زي ما احنا شايفين يعني صعب وسمين تحطوا مع اللعبة دي ولا؟ لا 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 ما تحطوش معهم؟ لا وسمين مختلف اه مش زي زمان زمان اللعبة دي مهاريا وشخصيات قوية وانده شخصية في الملعب وفيه قوة فيه فن لا مختلفين عن دول وفرقك كلها انت دلوقتي حتى دلوقتي منتقب نيجيريا الحالي زي ما انت شايف فنيا أليا لكن بس فيه بعد التفاهم بينهم انسجام بينهم ادروا يعملوا فرقه يلعبوا انت ما تبص مثلا الأجيال الكبيرة أساطيق كرة في أفريقيا الزمان من غنى ومن الكاميرون ومن مصر ومن كود ديفوار ومن نيجيريا هتلاقي أبيدي بيلي هتلاقي جوجوية جوجوية هتلاقي روجي ميلا هتلاقي محمود الخطيب هتلاقي أسماء لعيبة فزة عبدالله تراوري في كود ديفوار طبعا لكن الأجيال يمكن طبعا منحس الشهرة والنجاحات فيه طفرة حصلت في أفريقيا النهاردة بنتكلم على نجوم كبيرة جدا هتلاقي أهم عندية أوروبا منهم طبعا المصري محمد صلاح منهم ساد يوماني من السنغال منهم كان رياض محرز بالمناسبة بالنسبة لك لو نكلم كرة رياض محرز ولا محمد صلاح كأيه بقا كفنية ككورة كلاعيب كورة لا كلاعيب كورة كلاعيب كورة الرياض لكن صلاح صلاح أفيد صلاح أفيد يكسب فرقة بنص فرصة بقال فرصة يعني أنت لو بيتمرن فرقة ومعروض عليك الاثنين تختار مين؟ لا أختار صلاح صلاح أم حكيم زياش؟ لا صلاح صلاح أم فيكتور قسمين؟ صلاح صلاح إجابي صلاح أم أستاذ يوماني؟ صلاح أختار صلاح لماذا صلاح؟ لماذا أنا أختار صلاح؟ صلاح إجابي قوي إجابي قوي يعني يعتبر ليفربول شفنا ليفربول في جياب صلاح كان فيه صعوبة جدا يوصلوا للجول صحيح فيه صعوبة جدا يعني اختار صلاح على كل النجوم دير أسمائي طب سؤالي الأخير لك بالمغرب أنت وصلت دور التمانية في كاس العالم خرجت قدام إيطاليا عطا سنغال وصلت لدور التمانية برضو بس مش فاكر خرجت قدام مين؟ السنة النسخة الأخيرة من كاس العالم المغرب قربت بينا شوية خدت القرى وقربت شوية وصلت لسامي فاينال ولعبة الثلاثة ورابع وموفقتش خدت مركز رابع بس يعني طلعت بسقف التموحات هل ترى أنه قرأي فيه منتخب أفريقي ممكن يوصل أنه ياخد لقب كاس العالم ولا لسه ده حلمي بعيد شوية؟ والله مش بعيد لكن برضو فيه بس الحاجة ممكن الله أعلم لكن ده إحساسي ممكن يكون فيه برضو سياسة نومل بيقول أفريكا لسه فممكن توصل لمرحلة مرحلة معينة يروح إيه؟ يوقفك يعني ماتش المجرب ده ماتش المجرب ده برضو أنا حاسد أنه مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي كابتنس حق سعيد أنك شرفتنا ونورتنا النهاردة سعيد جدا بوجودي معاك يا أبسيسي أحمد سعيد جدا بمشاهديك شرفتنا ونورتنا في السادسة وكل التوفيق ليك في مشوارك في التدليب وتحياتنا بقى لكل اللي عابين النيجيريين اللي أنت على تواصل معهم وهارد لك مرة تانية على بطولة أفريقيا تسلم تسلم شكرا لك شكرا لكم على المتابعة بكرة هتكون حلقة خاصة هنحاول نقرأ فيها السيناريو المباراة ونخشه أكتر في ماتش ميدياما ميدياما اللي قابلنا زي ما قلت لكم مبارح مختلف شواء يعني في أول مواجهات دور المجموعات فرقة هتكون إلى حد ما مختلفة على مستوى الجهاز الفني على مستوى أهم العناصر في الفريق هنحاول نقرأ كمان الطريقة والتشكيل اللي هيخد به ميستر كولر اللقاء وخصوصا طبعا مع أخبار عودة كوكا بيرسيتاو وسامة بوعالي وتمام جهازاتهم يعني مش عارف هيشاركوا ألا لكن هم جاهزين بإذن الله اللي مشاركوا هيسافروا مع الفريق بكرة إن شاء الله بشكركم على المتابعة وتحياتي لكم